موسيقى نوع من أنواع البكتيريا هذه البكتيريا تسمى البراتونيلا البراتونيلا هي نوع من البكتيريا التي تسبب عدة أمراض للإنسان قد تشمل بعض الأمراض التي تظهر بطريقة غير نمضية مثل مشكلات في البصر وألام في البطن وطرابات في أنسجة الكبد والطحال وعدوى في العظام والتهاب في المفاصل وأنسجة القلب أحيانا ومشاكل في صمام القلب تظهر الأبحاث أن عدوى البراتونيلا يمكن أن تؤدي أيضا إلى أمراض في الجهاز العصبي وأمراض نفسية وعدوى البراتونيلا قد تسبب مرض الاكتئاب خصوصا ذلك المقاوم للعلاج أو تسبب نوبات الهلع ونوبات الهلع هي نوبات قصيرة من القلق الشديد والخوف والضيق وشعور بسوء الحال يصاحبها تسارع في ضربات القلب وضيق في التنفس والدوخة والارتعاش وتوتر العضلات وتحدث نوبات الهلع بشكل متكرر وبشكل مفاجئ وغير متوقع عدوى البراتونيلا قد تحدث من لدقة البراغيث أو القراد أو ما يسمى بالذباب القارص وهو نوع أصغر من الذبابة العادية والاسم العلمي كوليك وايتز تمي هذا الذباب القارص إلى فصيلة من الحشرات تنمو في مصارف المياه والأراضي الموحلة وهذا الذباب مثل البعوذ تكون الذكور البالغة في هذا النوع غالبا غير موئذية بينما كل الأذى يأتي من الإناث فالإناث تحتاج إلى وجبة من الدماء قبل أن تتمكن من وضع بيضها ينتشر الذباب القارص في الأماكن التي تكون فيها الأرض رطبة بالماء ويهاجم بعضها الناس غيرما يمتص الكثير منها الدم من حشرات أخرى حتى لو كانت تفوقها بالحجم ويساهم هذا النوع من الذباب بالعدوى ببكتيريا البراتونيلا فإذن أحد مصادر البراتونيلا قد يكون هذا النوع من الذباب إلا أن أكثر الكائنات نقلا لهذه البكتيريا هي القطط والعدوى ببكتيريا البراتونيلا أكثر حدوثا بعد التعرض للخدوش من مخالب القطط لذلك يطلق على هذا النوع من العدوى بمرض خدش القطط عرفت القطط بكونها الناقل الشائع للمرض في عام 1931 بواسطة الدكتور روبرت ديبرياي فقد تبين أن المرضى المصابين بمرض خدش القطط لديهم أنسان مضادة لبكتيريا البراتونيلا ويرجح أن صغار القطط بالذات تحمل هذه البكتيريا في دمها وأنها تنقل مرض خدش القطط أكثر من القطط البالغة وتزداد طبعا احتمالية العدوى بمرض خدش القطط عندما تلعق القطط جرحا مفتوحا لشخص ما أو تعض أو تخدش شخصا بقوة كافية لإتلاف سطح الجلد بعد حوالي 3 إلى 14 يوما من إتلاف سطح الجلد بواسطة قطط ما يمكن أن تحدث عدوى خفيفة في موضع الخدش أو العض ويصبح الجزء هذا أكثر إحبارانا أو منتفخا خلال بضعة أيام ولا يلتأم أو يتفاقم بمرور الوقت وقد يحتوي على صديد وقد يعاني الشخص المصاب بمرض خدش القطط أيضا من أعراض الحمى والصداع وضعف الشهية والإرهاب إذا حدث العض في الذراعين أو اليد على سبيل المثال تلتهب العقد اللنفاوية التي توجد في الإبطين وقد يظهر على الشخص المصاب بعضة القطط أعراض تشبه الإنفلونزا وألام المفاصل أو طفح جلدي في الجسم قد تكون أعراض مرض خدش القطط خادعة وتشابه حالات أو مشكلات طبية أخرى وينصح عند التعرض لخدش من قطط يجب عليك أن تغسل مكان العضات أو الخدوش جيدا بالماء والصابون ولا تسبح للقطط بلعق الجروح واتصل بالطبيب إذا ظهرت عليك أعراض لمرض خدش القطط أو العدوى بالبكتيريا البراتونيلا الآن نية السؤال ما هي نسبة احتمال أن تحمل قطة ماء بكتيريا البراتونيلا وجدت دراسات العلمية أن النسبة قد تصل إلى أن 30% من القطة تحمل بكتيريا البراتونيلا في الدم على الرغم من أن معظم القطط المصابة بهذه العدوى لا تظهر عليها أي علامات للمرض وأن القطط الصغيرة والتي يقل عمرها عن عام واحد هي أكثر عرضة للإصابة بعدوى البراتونيلا وأكثر مساهمة في نشر هذه الجرثومة بين الناس والسبب أنه من الشائع أيضا أن تقوم القطط الصغيرة بالخدش والعض أثناء اللعب لأنها في طهر نمو تتعلم في كيفية مهاجمة الفريسة يمكن أن تصاب القطط ببكتيريا البراتونيلا من لدغات البراغيث أو فضلات البراغيث حين تدخل في جروحها عن طريق خدش أو لدغات البراغيث بشكل مباشر أو أن تلتقط القطط أو ساخ هذه البراغيث المصابة الموجودة تحت أظافرها وبين أسنانها ويمكن أيضا أن تصاب القطط بالعدوى عن طريق الاقتتال مع بعضها بعضا وتنتقل الجرثومة إلى أشخاص عندما تعض القطط المصابة أو تخدش شخصا بقوة كافية لإتلاف سطح الجلد ويمكن أن تنتشر الجرثومة أيضا عندما تلعق القطط المصابة الجروح على سطح جلد صاحبها يمكن أن تظهر مضاعفات أكثر خطورة عند التعرض لخدش القطط خصوصا عند الأطفال الذين تتراوح عمارهم بين 5 إلى 14 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة عادة لا تظهر على معظم القطط المصابة بعدوى البراغيث لأي علامات للمرض ولكن في حالات نادرة يمكن أن يسبب هذا المرض التهابا في القلب لهذه القطط مما يجعل القطط المصابة منيضة جدا وتعاني من صعوبة في التنفس وقد تتطور العدوى لديها لتطال الفم أو الجهاز البولي أو العينين وقد يجد الطبيب البيطري أن بعض أعضاء القطط الأخرى قد تكون أيضا ملتهبة معظم الأشخاص الأصحة بعد العدوى يتعافون منها بدون علاج ولكن عند 5 إلى 14% من الناس فالنجراثيم البارتونيلا قد تضر لديهم الكبد أو الضحال أو العين أو الجهاز العصبي المركزي في بعض الحالات قد تسبب هذه البكتيريا للجهاز العصبي أعراض مرض الصرع وأيضا قد تسبب أمراض نفسية كالاكتئاب والهلع والقلق لهذا السبب يجب أن ننتبه هل المريض الذي يعاني من الاكتئاب أو الهلع أو القلق يعاني نتيجة للظروف اجتماعية أو بسبب الإصابة بالتهاب بكتيريا البارتونيلا ويتم العلاج عادة بمضادات حيوية مثل الدوكسي سايكلين والدوكسي سايكلين يفضل أن يخلط مع جنتا مايسين الدوكسي سايكلين مع الجنتا مايسين يأتون بنتيجة جيدة للقضاء على هذا النوع من البكتيريا في الدولة الدموية هذه حلقة جزاكم بالله خير ومع السلامة